هذا وقال معهد كوينز الأميركي في تقرير أن الولايات المتحدة بإمكانها في حال انسحاب قواتها من العراق حماية مصالحها هناك بشكل كاف وغالبا بكلفة أقل ونتائج أفضل معتبرا أن الانسحاب سيسمح لواشنطن باستكشاف بدائل أكثر استدامة وتعزيز خراطها أكثر مع المجتمع العراقي التقرير الأميركي أشار إلى أنه بعدما كان انسحاب القوات الأميركية في العام 2011 بمثابة انتصار لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما فإنه تحول إلى قصة تحذيرية بعدما تسبب ظهور تنظيم داعش في إجبار القوات الأميركية على العودة عام 2014 وتابع التقرير أن هذا هو أحد أسباب استمرار بقاء القوات الأميركية في العراق بالرغم من النجاح في تفكيك داعش بحلول نهاية عام 2018 مضيفا أنه مع استمرار تقهقر التنظيم الإرهابي منذ ذلك الوقت فإنه لم تعد هناك فوائد للإبقاء على القوات الأميركية هناك ولو كحل مؤقت لمنع عودة ظهور داعش حيث تغى على ذلك خطر أن يكون عرضة للعبة الانتقامية المتمثلة في تبادل الاشتباكات بهدف حفظ ماء الوجه بينهم وبين الميليشيات المتحالفة مع إيران